نبدأ نتكلم بقى على اخر ديفايس اللي هو الاميتر الاميتر ديفايس هنستخدمه عشان نقيس عشان نقيس مقام ما انا معرفهاش طيب بتاع عبارة عن ايه عبارة عن اول حاجة باتري الفي بي بتاعها عبون بوينت فايف والار انترنل بقية بزيرو وهنا هيكون فيه جالفان اوميتر عنده رزيستنس يسمعه ار جي اكوال تو هندرد ففتي اوم والجالفان اوميتر هيئيس الكارنت هينديكت الكارنت لنا طيب اللي انا وقفت لحد هنا هلاقي ان الكارنت اللي عندي وون بوينت فايف على ميتين وخمسين هيطلع لك ستة لاف والجالفان اوميتر اصلا احنا عاملينه ان هو يتحمل ربعميت مايكرو امبير يعني بتاعه ربعمية فاجأة انت دخلت فيه كم ستة لاف في كده حصل ايه هيتحرق فلو ما ينفعش فقلنا خلاص سهلا هنعمل ايه هنيجي هنا ونوصل مقامة ستة ونسميها مقامتها كان ثلاث تلاف اوم فكده الكارنت اللي هيمشي في السيركت هيكون تقريبا ربعمية وستين مايكرو كارنت ممكن نتحمله شوية او جهاز هيسخن شوية ومش مشكلة هنضيف كمان ايه هنضيف هنا وحنبدأ ان احنا نغير في قيمته نفضل نشوف كده نتحرك من الزيرو هو حيبدأ معي من الزيرو ممكن يوصل لحد ستلاف خمسمية خمسة ستين هنضيف نضيف من الزيرو واحد اتنين تراتة اربعة خمسة ونضيف نعلي 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 لغاية ما اعلي الريزستنس والكارنت ينزل قلنا من ربعمية وستين مايكرو لحد ربعمية مايكرو الكارنت اللي يقدر يتحمله تعال نشوف كده انا عايز الكارنت اللي يخرج من الباتري انا عايزه يكون كم عايزه يكون ربعمية مايكرو امبير اللي هو الكارنت اللي يتحمله الجالفانو فالو حاجة يحسبها كده الاي ايقوال في على ار الاي بربعمائية. والفي بي بaban باينتراف الار هي التلات تراف. اللي هي الكنستانت. واللي هي الانتراف والانترنال كده كده بزيرو والا ار ريوستات اللي ما اعرفهاش. هتعمل هتعمل هيطلع معيك الار ريوستات بخمسمائة. يبقى احنا هناخد من الريوستات فقط خمسمائة اوم. يبقى انا كده هادجست الريوستات على كم? على خمسمائة اوم. هناخد منه خمسمائة اوم. طب كده لما ازبط الريوسات الخمسمية ده هنخلق بكام? بالربو مية. اللي هو اعلى حاجة في اعلى حاجة هيتحملها. فلو هنيجي نرسم كده. للجالفانوميتر. هيبدأ معي من الزيرو. بقى كده مسلا. ربع اي ماكس. ربع القيمة دي اللي هي مية. نص الاي ماكس. اللي هو امتين. بعد كده. سري اوفر فور. اي ماكس اللي هي تلتمية. لغاية ما يوصل. الاي ماكس اللي احنا عارفين انها بتساوي كم? ربو ميت مايكرو امبير. يبقى كده بتاعي او البوينتر بتاعي هيشاور فين? انا بداي من هنا جده. هيبدأ البوينتر يشاور على الربو مية. اعلى قيمة ممكنة. يبقى ايه وظيفة الار الكونستانت. الار الكونستانت انا قولتك من شوية انها ما كنتش موجودة. الكونت كان هيبقى ستة الاف مايكرو امبير وده يحراء الجهاز. فالار كونستانت تضمن ان الكارنت اللي هيخرج من السيركت كارنت قليل. كارنت يتحمله الجالفانو. يبقى هي بتبروتكت الجالفانو في ما هي كارنت. طب ايه وظيفة الريستات? فضلنا ننغير في قيمة الريستات لغاية ما الكارنت اللي بتطلع من الباتري اي ماكس اللي هو ربو ميت مايكرو امبير اللي يدوبك يتحملهم الجالفانو او اعلى حاجة يتحملها الجالفانو. احنا الحاجة اللي تريد سموتاكش احنا واقس هزي هنستخدم الكلام ده في النقيس هنا في السلكين دول كده او الطرفين دول انا نوصلهم ببعض انا مش موصل حاجة هنا هوصلهم ببعض بنسميها دي او هننكون او ببعضها الاطراف يعني نوصلها ببعض ما فيش اي اه ما فيش اي سلكة فاضية يبقى هنا اللي انا احضطها بتساوي كم? زيرو. سلكة فاضية فيش حاجة انت مش فركب حاجة. يقى صفر. وعشان كده هاجي هنا وهرسم سكيل تاني ده هيكون هو انا لما كنت مشاور على ساعتها كان بزيرو. يبقى هاجي هنا كده وهقول له زيرو اوم والبوينتر مشاور فين? البوينتر في البداية مشاور على اي ماكس. يبقى لما انت خليت يبقى اعلى ما يمكن كنت موصل اي لا اي خارجية اي زيادة اكسترنل مفيش. مفيش اي اكسترنل زيادة. يقى بزيرو. اومالي يا مستر كل الحاجات دي اللي عندك. ايه بقى الثلاث تلاف والموتين وخمسين. ده اللي انا محتاجه عشان ابدأ اعيس اي اكسترنل زيادة. يعني الكلام ده مكمل معنا في كل اللي جاي. فالقصة دي كلها هنلمها في مقامة واحدة بس اسمها او 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 وميتر. يبقى انا هجي دلوقتي اكتب ان عندي حاجة اسمها الار ديفايس. ودي عبارة عن ايه? الار الكونستنت والار الفاريبل والار الجالفانو وكمان الار انترنل. كل اللي دي لما دي تعاود عنها متين او تلات تلاف اوم وخمسمية وخمسين جالفانو وزيرو انترنل حيطلع لك تلات تلاف سبعمية وخمسين اوم. يبقى الار ديفايس تلات تلاف سبعمية وخمسين. دي كده سبتة. مش هنتغيه. كانت معانا. خلاص عرفنا قيمة الار ديفايس. طيب كان بيكان في الحالة دي. كان اسمه كان اعلى ما يمكن اللي هو ربو مائة يعني. كان بيساوي على ايه? على الار ديفايس. في الحالة الاولى هي. في الحالة الاولى هنا انا مش موصل اي اكسترنل انا مصر بس البتري. ده الفي بي. والار والار جالفانو والار انترنل كده كده بزيرو. فالاي هنا ايكوال. في على ار. الاي هنا هنسميه الاي هنا هنسميه اي ماكسموم. الفي اسمها بي بي. الاردي كلها هنسميها ايه? ار ديفايس. هنسميها ار ديفايس. طيب. ازاي بها تستغل الكلام اللي انت تقيس مقاومة اكسترنل ما تعرفهاش. تعال نشوف. هنيجي بقى هنا. هرسم بس السرك التاني. ادي الفي بي اللي بون بوين فايف فولت. وادي اللي هي بتلات تلاف. وادي الجالفانو اللي بي ارى كارنت اللي هو بمتنى خمسين اوم. وادي الريوستات. اللي هو قيمته خمسمائة اوم. خلاص عارفناه. دي الار جالفانو. حاجي بقى دلوقتي حشيل السلك الفاضي اللي كنت عددها فوق. واحط مكانهم انا معرفهاش. هسميها ار اكسترنل. مقاومة انا معرفهاش. طب انت مش كده زودت الار مش انت كان عندك في الاول التلات تلاف والمتنبو خمسين والخمسمائة. وكانت فيه انترنل بزيرو. امتن تزودت عليهم مقاومة كمان خارجية اسمها ار اكسترنل بعندي اربع حاجات كده. اتفكي ايه ده ده راسنز ايه? وموصلها سريز طبعا في كده الار ي زي ده تفكر انت ايه? هيقل. تعالوا نفترض ان الكارنت هيقل واللي يكن مسلا بقى الكارنت ده قيمته تلتمية. تلتمية الاري مستر بتلتمية مايكرو امبار والفي بي المايكرو طبعا تايمتين بور نيكليف سيكس والفي بي بون بوينت فايف. الار اللي عندي دي بقى هسميها ايه? ما هو كل الكلام ده كل دول كده اسمهم اصلا ار ديفايس. دول ستين مش هيتغيرو. فانا هكتب على طول هنا ار ديفايس. اللي هي بكم? تلات تلاف سوماية خمسين. اللي هي تلات تلاف ومتان وخمسين والخمس مائل. حليب مهم كلهم على بعضهم. فاسمه اسمه اللي هو بتلات تلاف سوماية خمسين. زودت عليهم كم? زودت عليهم ار ما عرفهاش اسمها ار اكسترنل. نقدر طبعا ان احنا نعمل ونقيس قيمة خدطل معاك الار اكسترنل اكوال الف ومتان وخمسين اوم. يبقى لما وصلنا الف ومتان وخمسين اوم الكارنت بقى كام? تلات ومية. تعالي نرجع تاني معيش بتاعنا كده. ده معنا ان الكارنت وصل يعني الكارنت قل من ربا مية لتلات ومية. يعني هيشاور فين? هيشاور هنا. طب الريزيستنس اللي سببتلي الكلام ده قمتها كام? هاجي هنا كده? واكتب قمتها. كانت كام? الف متان وخمسين. اقتربة خليتلي الكارنت تلاتة على اربعة من الماكس. ندقيك كلمة طبعا تلاتة على اربعة من الماكس دي. ما هو الكارنت كله ربا مية. طب التلتمية كام من اربماية? تلاتة ربا مية. هشايلها واكتب لك يا سيدي هنا في تلتميت مايكرو امبير. يبقى اللي حصل عندي ايه? اللي حصل عندي ايه? ان لما انا زودت ار معرفهاش ار اكسترنل. قللت الكارنت. فالجالفانوميتر هيقرى لك الكارنت. وانت عارف اومزلو. فتقدر تستخدم اومزلو. الاي في على ار معاك الاي ومعاك الفي. تعرف تجيب الاي الاكسترنل دي. تمام? طيب. تعال نه نغير شوية في الكلام ده. تعال انا افترض ان الاربع اللي انت حطيتها دي. اللي انت برضو متعرفش قامتها. خلت الكارنت يبقى بامتين مايكرو امبير. حطينا بقى ار تاني خلص دلوقتي. ار كسترنل مختلفة. ار تاني خالص. ار جديدة. تمام? خلت الكارنت بامتين. فالجالفانوميتر هيقرى لك ان الكارنت بامتين. فهيروح يشاور على امتين. طيب نيجيبي الكارنت ازاي? او الار دي ازاي? امتين بتلات باسمهم اللي من تلات تلاف سبعمائة وخمسين. فهكتب تلات تلاف سبعمائة وخمسين زائد الاريكسترنل اللي همعرفهاش. هبدأ اعمل هيطلع لك الاريكسترنل دي هي كمان بتلات تلاف سبعمائة وخمسين. فهي كده على الاريكسترنل بتاعنا. وابدأ اشاور على كام? وابدأ اشاور على تلات تلاف سبعمائة وخمسين. لان لما وصلت ار ايكسترنل بتلات تلاف سبعمائة وخمسين خلت الكارنت بامتين. طب ما هو بتاعك بكام? بربعمائة. يعني الميتين دي نص الربعمائة. يعني الكارنت ده نص الماكس. فانا عشان كده كاتب هنا نص الماكس معنا. بس هيسي دي مش مشكلة عنش لها. وهكتب لك هنا ميتين مايكرو امبيري. اللي انت تبقى عارف ان هو نص الماكس. طيب. تعالي نلعبتين. تعالي نوصل الاريكسترنل مختلفة. والاريكسترنل دي نفترض انها خلت يبقى بكام? بميت مايكرو امبيري. هنفترض كده. الاريكسترنل دي دلوقتي خلت بميت مايكرو. تعالي بقى نحسي الار دي. هتكون بكام? برضو نفس القصة. ميت مايكرو. على الار انهي ار. كل دول زائد دي. طب ما كل دول احنا متفقين لنسموهم ايه? مجموعهم كام? تلات تلاف سمائة خمسين. زائد الار اللي انت بتعرفهاش. هتعمل هيتطلالك حداشر الف متين وخمسين اوم. فييجي كده فوق. اقول من الكارنت طبعا الجلفان وهيرى كام ميت مايكرو. فهيبدأ نروح يشاور على كام على ميت مايكرو. المية دي كام من رب ومية? والماكس رب ومية. والكارنت بقى بمية. اللي هي ربع الماكس. عشان كده كتبك ربع ماكس. فيبدأ البوينتر اللي عندي? يشاور على ربع الاي ماكس. ربع الاي ماكس دي اللي هو كام? اللي هو المية. والقارنت اللي عملت كده كان بكام? كانت باحداشر الف متين وخمسين اوم. هشلك يا سيدي الربع ماكس داك. وهكتب مكانها ميت مايكرو امبير. يبقى انا باستخدم فيه الجلدان اوميتر عشان يقولي الاي دي كان. ارجع عوض في اومزلو. احسب الجيدة او اللي سبابة ان الكارنت يقلي. طيب لو انا انت بصيت كده على اللي اللي فوق ده. اللي هو ماشي زيرو مية متين تلتمية ربو مية. يعني من زيرو ربع الماكس مم نص الماكس مم تلتة ربع الماكس مم اي ماكس مم. ماشي التور بطريقة وده مش جديد علينا لان ده الجلدان اومتر. والجلدان اومتر. فده خلاص شكرا. بصي لي على اللي سكيل اللي اخضر كده اللي هو اللي تحت بتاع الريزيستنس. هتلاحظ ايه? انه بديمي زيرو. هب نط الالف انتين وخمسين. وراها هردول تلتة تلاف سمائة وخمسين. وراها هردول حتاشر الف انتين وخمسين. لغاية ما نيجي هنا. ويبقى قيمته كام. لما الكارنت يبقى بصفر. لما الاي ازيرو. يعني يتوقع كده معي ان البوينتر هيشاور هنا. لو البوينتر شاور على زيرو ده معان العلي جدا. اللي هي عالية جدا. فلو انت بقى لك من زيرو الف انتين وخمسين تلتة تلاف سمائة وخمسين. فباشر الف انتين وخمسين. مفيش اي في الموضوع. طيب عندي هنا كام سؤال نظري مهم من شوية. ليل تو سكيل او ليل اوميتر سكيل رانز باكورد يعني ليه الكارنت من الزيرو للماكس? انما من الزيرو هنا للانفينيتي هنا. عكس بعض. بص هنا كده. عند ناحية دي. طب هنا. زيرو ماكس. دي ماشي هنا عكس بعض. ده سؤالتي فاجد علشان معروف عكس بعض. كلام فاضي. طيب ليه الاميتر ليه الغدر ده احنا عارفه من بدل ان التور قدارق مع الاي ومسبدين كل العمل التانية. الكون كيف بولز بقى والائيرن وخور والقصة دي كلها. طيب ليه الاميتر نون يونيفورم سكيل للريزستانس بقى? ليل الجلاف اللغضر ده اللغضر ده دي مش يونيفورم. يبدأ من الزيرو سمى الف انتين وخمسين سمى تلات 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 ف انتين وخمسين وهكذا. عماله يزيد بطريقة مش يونيفورم يبقى ليه? عشانكم دائما بنكتب على فمين اللي ثابت عندك فالاي هنا هي مع كل الكلام ده مش بس مع 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 ان الاركسترنل هي بتغير. فالاركسترنل لو زادت مرتين الاي هنا مش هيقل النص. لأ. عشان هنا في بلس حاجة. تعال ناخد مثال كده. نحط الباتري بوان فولت. نحط هنا الار بوان. نرجع للشابتر وان تاني. هنا الاي بي كام? يعني كام? وان على وان يعني وان فولت وان امبير. وان على وان يعني وان امبير. طيب. تعال نزود هنا كمان. ونخلي الار دي اكوال وان. دي اللي اركسترنل بتاتي. هنزود ار كمان بوان. دي هنسميها مسلا ار ديفايس. ودي الاركسترنل هي بنفسي جدي اكوال وان يعني الاتنين كنو اكوال. ساعة الاي بكام? لبتيجي دي حسب كده الاي هيكون في على ار. يعني وان على وان بلاس وان اكوال كام? هاف. يعني اقل النص. طيب. تعال نبدأ ان احنا نزود الار دي كمان نشيلها. ونخليها نحط مسلا هنا اتنين اوم. مش اللي اتنين اوم دي. دابل الار ديفايس. صح? والار اللي انا حضيتها الخضرة دي. دي باتنين يعني داع في الار ديفايس. تعال نحسب كده الاي هيبكام? الاي هيبقى في على ار. فيبقى واحد على واحد زائد اتنين يعني واحد على تلاتة. يعني لما انت زودت الريزيستنس الاكسترنر الدابل. الاي مبقاش نص. الاي بقى واحد على تلاتة. ليه? علشان انت كل مرة بتعمل دي. تبقى انا تكون نص لطلق. يبقى الاي ايكول. على ار ديفايس بلس الار اكسترنل. لما انا خليت دي زادت الضابل. يعني لتها تايمس تو. لقيت ان الكارنت بقى واونوفر سري. ما قالش للهاف. ليه? عشان فيه مقامة كمان بعمل لها تلاص. وكذلك على فكرة لو كملت. تعالى نزود الايكسترنل تلات مرات. هيبقى الكارنت بكام? هيبقى الاي والفي على ار. الفي عندك والار اللي عندك الوان اوم اللي هيبقى الديفايس والتلاتة بتقول اربعة واحدة واربعة. مع ان زادت تلات مرات. الى ان الاي قل للربع. ما قلش واحد على التلاتة. يبقى بتاعي نون يونيفورم علشان الاي انفرس مع التوتل. بتاعي نوت هو مش بس مع العارف لو كنا بنكتب مسلا لو كانت قول مسلا كده اللي في على ساعتها كان يبقى لما ديت زاد مرتين دي يقل للنص. لما ديت زاد تلات مرات دي يقل للثيرد. لما ديت زاد اربع مرات دي يقل للربع. ده لو كان ده الكيس بتاعتنا انما لا انما هنا اللي بنعمل ايه? هنا انا بكتب اللي هي اسمها رقم سابت زائد ودي اللي عمالة تتغير. فكل ما ديت زيد طبعا ده بيقل بس مش بنفس الايه? مش بنفس المعدل ام مش بنفس الاشيو. يعني لو زادت مرتين هنلاقي ساعتها طبعا من ايه هيقل بس مش هيقل للنص. لع هيقل للحاجة اقل للنص. نرجع بقى ان نلم القصة دي كلها. يبقى لو متر هو مايكرو اميتر اللي هو جالفانو اللي بيقدر يتحمل كام ربعميت مايكرو امبير. ازان ف اس دي. يعني اخره يقرى كام ربعميت مايكرو امبير. طيب. عنده بانتين وخمسين. حوصلها سيرة يسمع كونستان تلات تلاف. ممكن اغيره من زيرو لحد ست تلاف خمسمية خمس ستين. كل ده موجود عندك قدامك عن الرسم. لما نوصل لترمنات ستاعت دي ببعضها كده. نوصل لهم ببعض. سل كفادي وصل كفادي نوصل لهم ببعض. يعني الاركستان لعمك بكام? بصفر انت مش موصل لحاجة خالص. هتلاقي ان انت محتاج تغير في الريستات عشان انت خلي يوصل لأعلى ما يمكن. انا معيد نفس الكلام اللي عملت في اول الحصة. فهنغير قيمته هنلاقي ان الريستات علشان يوصل لربمية انا محتاج مقامة بكام? بتلات تلاف سمائة خمسين. طيب التلات تلاف سمائة خمسين انا معاملهم كام? معاملهم التلات تلاف والميتين وخمسين اللي هم بتوعجل فانو. يبقى اخد كام الريستات الباقي اللي هو كام هيكون خمس مائة. هو ريستات ممكن يتغير من زيرو ستتلاف وشوية. هاخد بس من خمس مائة. خلاص? يبقى ارديفايس هو مجموع كل الايه? كل الريستوز دي. الار جي الار سي الار في والار انترنل. انا عايز كل دول يبقوا بتلات تلاف سمائة خمسين عشان الكارنة تشاور على الماكس. طب انت ليه عايز الكارنة تشاور على الماكس? فهمها كده? ليه عايز الكارنة تشاور على الماكس? علشان بمجرد ما حط مقامة جديدة ما عرفهاش يبدأ يال فلما بقى معايا اعرف يجيب الار اللي انا ما عرفهاش بي طبيعي لما تحط اركستنر التاني من عندك بقى حاجة هنا هيبقى عندي هنا لها قيمة انا ما عرفهاش عليه ان الكارنت مش هيشاور بقى على الماكس لأ حيشاور مثلا هنا على اي قيمة مثلا وبالتالي الكارنت هاي هيقل للقيمة اقل من الف اس دي بنت اول حاجة عملتها فضلت تلعب في الريش تات عشان الكارنت يشاورها لعلى حاجة هتبدأ تغير او توصل فمتعرفش قمتها هيبدأ لقى اي اي يقل لقيمة اقل من الف اس دي وزي ما انا عملتك في الاي في الاسكيل قدامك اهو هو ريتك ان هو فعلا لما الكارنت قال قعدنا نجبيه المقامات ولان الاسكيل طبعا بتاع الريز نساني نرفوه الى بعيدها لك تاني ان لما وصلت بتساوي يعني كانت بتلات تراف سوائة وخمسين وانت اصلا بتاعك بتلات تراف سوائة وخمسين تقلل ايه قل للنص ولما حطتها باتنين يعني بسبعة خمسمية يعني زودتها ملاقيتش الاي نزل للنص لقيت الاي نزل للثاد لقيت الاي نزل كام ولما خلي بتلاتة يعني التلات اضعاف هلاقي ان نزل للربع طب ليه مش بيقل وانش هم كل مرة بنزود ده شكل تاني هفكرك تاني ان بتاع الجالفانو ميتر هو اللي فوق هو اللي فوق سوائة وخمسين بعد كده حداشر الف انتنو وخمسين طبعا ننن ينفر قمنا بس هلطة مباين دي علامة زيادة يبقى يتستوبي نوتد ان اللي اتنين عكس بعض عشان الار وضعي عكس بعض وبالتالي بيقابل مين والعكس صحيح لما يبدأ يشاور على بيشاور على ولما يبدأ يشاور على هيشاور على اللي هي طيب وطبعا المسافات مش ايه مش متسوي انا باستخدم عشان باستخدام اللي هما بناء ويستخدم طبعا ايه وظيفة اللي هي تلات تلاف قولنا عشان تحمي من ايه تحمي من وهازبتلك ده في بيات ووظفتها ان انا اتحكم يشاور على اهلا قيمة ممكن اعلى قيمة ممكنة دي هي اعلى قيمة ممكنة لل تاني اهو لما يشاور هنا هو بيشاور على وفي نفس الوقت القوانين اللي عندنا هي هي هو ان انت بش مركب اي خلص طب كل اللي عندك طب ولما تزود خلص خدها سيريس معه يبقى على ال القانون بقى اللي هينجز معنا اللي هو قانون ال لما تلاقي ان بيقل من قيمة واللي يكون ربع يبقى انت ده معنى انك مركب باربع باربع تمسك الرقم دايما تقليبه تمسك الرقم تقليبه واحد على الاربعة يبقى اربعة على واحد تلاتة على الاربعة تبقى اربعة على التلاتة نكمل يبقى الاركسترنل هنا باربع ماينس ون ار ديفايس يعني تلاتة ار ديفايس يبقى لما حضرتك تحط ار كسترنل بتساوي تلات اضعاف ار ديفايس تلاقي ينزل الربع على طول لان انت بتكتب بتكتب فلما تيعود كده ار ديفايس تلاتة ار ديفايس يبقى واحد على الاربعة يعني بينزل بالربع ومين ار ديفايس ده ده تمام سهلتان لو تلاتة اربع ومين يبقى الان هنا بكام? باربعة ثلاثة. دايما بتشقلب بتشقلب الرقم. طيب. يبقى القانون بيقول ان من الار ديفايس. يبقى الار كام? يعني من الار ديفايس. ده القانون اللي احنا هنحل بي. اول سؤال بيقول لي نص بالزبط بيشاور على الف وخمسمائة اوم. يبقى هنا هيبقى نص وفي نفس الوقت بيشاور على كام? الف وخمسمائة اوم. يبقى اخد بالك ان فيه اتنين. فيه سكيل الكارنت وفيه سكيل للريزدانس. سكيل الكارنت وقال لي بتاعته المنتزف بالزبط بيشاور على الف وخمسمائة. طبعا انا في النص بالزبط يبقى نص الماكسمائة. بيشاور على كام ار? الف وخمسمائة. بيقول لي اوميتر اس كومبوز اوف رزيستنس. بتنو وخمسين. وفكس الريزيستنس. وان كيلو اوم يعني الف. والانترنة مش موجودة. عايز اللي حناخدها من الريوستات. تعال نشوف حنحل السؤال ده ازاي. القانون اللي عندي الاي ايكول. ونوبر الان من الماكس. يبقى الاركسترنل بان من من الار ديفايز. هو بيقول لي ان هو وصل نص لسكيل. يبقى الان بكام? يبقى الان بكام? بوصل نص لسكيل يبقى الان بكام? باتنين. طيب. الاركسترن اللي هوم الدرج بكام? بلف وخمسمائة. ان ما ينس وان يعني اتنين ما ينس واحد. يبقى الار ديفايز بكام? بلف وخمسمائة. والار ديفايز دي اصلا عبارة عن ايه? والار جي والار سي والار في والار انترنل. طيب الار ديفايز كلها بلف وخمسمائة. والديفايز بمتين وخمسين. والكونستنت هو مده لك بألف. والفاريابل عايز اغرفها. والانترنل مده لك بزيرو. تعرف تحسب الار من هنا. هيطلع معاك متين وخمسين. نيجي اللي بعده. بيقول لي if the unknown resistance that measured by the ometer is twice the resistance of the instrument. الار اللي انت عايز تقسها بتاكول twice الار ديفايز. بضبر الار ديفايز. يبقى الكونت البوينتر هيشور على كام? نرجع للقانون. مش هو القانون. معنى كده ان الاتنين دي هي الان ماينس ون. يبقى الان بكام? بثلاتة. يبقى الاي هيقل لكام? واحد على ثلاثة. بدي ان دي قانون من الاي ماكس. طيب انت مش فاهم الطريقة دي. ما انها سريعة جدا. اوض فامز له عادي. الاي هيقل كامل? في على ار. ار ديفايز و ار كستانر الاتنين ما بعض. طيب. الار ديفايز سيبها زي ما هي ار ديفايز. الار كستانر اللي هو بقول لك انها اتوايس يبقى اتنين ار ديفايز. طيب واحد ار ديفايز واتنين ار ديفايز يبقى كله كامل? ثلاثة ار ديفايز. مين الفي على ار ديفايز? ده الاي ماكس? يبقى واحد على الثلاثة من مين? من الماكس. يبقى انا هيقل الكام? هيقل دائما بتزود واحد. على ار اه دفاع اي ار اكستانر ار اكستانر ار اكستانر يبقى ار اكستانر اللي كان. طيب. هو بقول لي ان الاي بقى يشاور على في الاي ماكس. هكتب لك القانون تاني الاي ايكول ونوبر الان من الماكس. يبقى على طول الاي اكسترنل ان مين من الار ديفايز. طب الاي بربع الاي ماكس يبقى الان بكم كده? يبقى الان باربعة. يبقى الار اربعة ماينس ون فارد ديفايز. وارد ديفايز بار زي ما هي. يعني ثلاثة ار. اختار ثلاثة ار. السؤال اللي بعده سؤال مهم. number four if the resistance of hundred اوم makes a pointer deflect لها في الاسكيل. الميت اوم خلت الpointer يشاور على نص الاسكيل. يبقى قيمة الريزيستنس. اللي تخلي الpointer يشاور على الاسكيل. طبعا راح نتابع عمل طبعا الكلام ده. او غلط. ماينفعش تعمل في الاميتر. ليه? اتبعنا مع بعض ان هو فبالتالي انت مستطيعش تعمل او مش مسموح لك تعمل طب فين المشكلة اصلا في السؤال? مشكلة في السؤال دايما ان انت معاكش فعنا اوض في القانون بتاعتنا. ايه القانون بتاعنا بيقول ايه? يعني بيقول من الماكس لو القيمة معينة من الماكس ده معناه ان من الار ديفايس. طب هو بيقول انت لما ركبت مية للنص تعال نشوف. يعني صح كده? ارجع عوض في قانون يبقى كم? بمية. انما يعني اتنين ما ينس واحد. يبقى 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 الار ديفايس هي كمان بمية. كده مسألة خلص وراها اختار الايه كده? انت كده جيبت الار ديفايس. اللي هي اصلا جيت مشكلة بالنسبة لنا. دلوقتي يبقى عايزين الريزيستنس اللي تخلي يبقى يقل الكورتر. يبقى هيجي كده? اقول له انت التاني انت عايز انت عايز الاي يبقى بربع الاي ماكس. يعني انت دلوقتي عايز الان تبقى باربعة. يبقى اللي انا هركبها دي تكون بكام? يبقى ربعة واحد. في اللي احنا جبناه كام? بمية. يبقى كله كام? تلتة مية. صالي بعد وزا اوزت فيجر شو انو فعايز بتوين ار وان وار تو. طيب. تعال نشوف ار وان عملت ايه? في كارنت. خلته ايه والماكس اصلا بكام ؟ باربعة ايه. يعني ار وان بخلت ار بطراتة ربعzel ماكس منé. تلتة على الاربعة ده. عشان عارف هو يمسل قديم انه. تلتة على لاربعة. يبقى ار وان دي. نكتبى القانون الاول. خلت الكارنت تلت تربع الماكس. يبقى خلتلي ولاي. تلت تربع الماكس. اعرفت مليه؟ هو هيج لك اهه? تلتة اي. والماكس باربعة اي. ده تراتة على اربعة. تراتة ربعة. يبلغ انه بكام? نشأل. اربعة تلاتة. يعني كده انت جيبت ار وان. نيجل ار تو. ار تو قانون بيقول ان ار ديفيس. يلا بي. ار تو خلتلي باتنين. والماكس اصلا باربعة. واتنين على اربعة بكام? بنص يعني هي خلتلي يبقى بنص الاي ماكس. صح? اتنين اي من اربعة اي ده النص على تول. يبقى اي بقى النص. يبقى الان انه كام? الان هناك ده. نرجع نعود. يبقى تو ماينس ون في ار ديفيس. يعني ايكوال ار ديفيس. كده معاك ار وان. ومعاك ار تو تعرف تعمل الريش بينهم. من ال ار ديفيس ديفايد لل ار ديفيس. اطلع لك ده هو عندي بعد كده جزء بتقول ووضح لي الانالوج اه ديفيس او الانالوج اللي هو اللي بيستخدم زي الجالفانوميتر الاديم والكلام ده والاميتر والكلام ده. الحاجات الجيدة بقى اللي هو هنسميه افو افو ميتر اللي هو اميتر فولتوميتر او ميتر التلاتة في نفس الديفايس اصلي. هكذا انت شفت الشكل ده بكده. ده بيديك القرية من خلال على ايه? على سكرين. ده هنسميه ديجتل الالكترونيكس. وكام تاني هيرجع لنا تاني? في شابتر ايت.